أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن اقتصاد المنطقة مستمر في النمو الإيجابي رغم مختلف التحديات التي يواجهها معتمدا على مقوماته لتحفيز قطاعاته المتنوعة كقطاع التكنولوجيا المالية والسياحة والمال والأعمال ومختلف القطاعات الأخرى التي أصبحت تتوجه للذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار منوها معاليه بأهمية توحيد الجهود للتصدي لمختلف التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي جراء التحولات الجيوسياسية بما يسهم في بدء مرحلة اقتصادية قائمة على خلق الفرص الجديدة الواعدة للجميع جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حوار المنامة 2019 بعنوان الجغرافيات الاقتصادية الجديدة في الشرق الأوسط حيث نوها بأهمية عمليات التبادل التجاري القائمة بين دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول آسيا التي عززها انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا مؤخرا وأكد معاليه أن الانضمام قد فتح آثاقا أوسع للتعاون في كافة القطاعات الاقتصادية بما يرفض الاقتصاد الوطني ويسهم في تسهيل التجارة البينية التي سيكون لها مردود إيجابي على التنمية المستدامة في المنطقة وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن استضافة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الخامسة عشر لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين للمرة الأولى في المنطقة هو حدث يبعث على الفخر والاعتزاز وذو قيمة نوعية على العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة والعالم أجمع بما يسهم في ترسيخ نمو الاقتصادات في المنطقة على نحو إيجابي منوها إلى أن حوار المنامة يتيح المجال لطرح ومناقشة التحديات وتبادل الخبرات وتعازيز الشراكات بما يسهم في دعم الاقتصادات العالمية ومختلف قطاعاتها التي يمثل تعزيز الأمن والسلم بالنسبة لها مرتكزا أساسيا لازدهارها وتطرق معاليه إلى أن البحرين تلتزم بعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة بما يصب في صالح الجميع كما أنها مستمرة في احترام هذه العلاقات باعتبار أن حسن الجوار قيمة من قيمنا المجتمعية التي ترعرعنا عليها ونؤمن بأهميتها ودورها في العلاقات المشتركة وما يترتب عليها من تعاون يرفض كافة القطاعات الحيوية في عمليات التنمية وبما يحقق مصلحة المواطنين بالمنطقة مؤكدا معاليه أن رغم التحديات الحالية التي تواجه المنطقة في تأمين حدودها الإقليمية فقد تم تصنيف أربع دول من المنطقة بما فيهم مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسنا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال كما أضاف معاليه أن العنصر الشبابية في المنطقة هو المحرك الفاعل لكافة العمليات التنموية فالاستثمار فيه هو الطريق الصحيح لتحقيق مزيد من النجاحات مشيدا بفريق البحرين وإسهاماته في عملية البناء على كافة الصعود وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن اشتركوا في القناة